قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عايات مائلات مميلات يعني لا يدخل الروس هن كأصنمت البغت لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحة ونريحها يعني لا يكون من سافد كذا وكذا وفي بعض الروايات يعني في غير مسلم وزيادة صحيحة يعني إلعنهن فإنهن ملعونات هذا يغني عن حيث الآخر الضعيف ليقول لعن الله الناظر من ظهر الله بأن النبي أرشدنا إذا رأينا هذين الصنفين والصنف الأول أناس معهم صياط رجال معهم صياط يضربون الناس وهو لا يعرف عن هذا من النبوة النبوة والكلام بالغي من النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة أنه يكون في آخر الزمان هذا يكون في آخر الزمان هذين الصنفين من الناس رجالهم الآن يعني يشتغلون يشتغلون مع الحكام الظلمة وإلا زي ما نرى الآن في كتائب الذي موجود في ليبيا وتتعاون مع جهاز سواء داخلية أو خارجية وعندها سجون معتقلات وتعذيب وضرب وصياط وتعليق ناس ويعني يفعلون بهم الأفعيل فأولا النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليهم يا من تعذب الناس يا من تدير السجن يا من أنت جلاد في السجون في داخلية أو في خارجها اسمع إن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم عليك بأنك من أهل النار هذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم تتب إن الله عز وجل يقبل توبتك فإن هذا الوعي سيقع عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه من الوحي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فمن يتولى هذا الأمر وإجلذ الناس ويعذبهم سواء كان في سجون ليبيا ولا في سجون مصر ولا في سجون السعودية ولا في غيرها هؤلاء الظلماء من رجال الأمن ولا الشرط ولا المخابرات ولا كذا ويفعلون هذه الأفعيل بالناس ويعذبونهم هؤلاء من أهل النار حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فاحذروا فاحذروا ما تفعلونه يا من تجدون الناس وتعذبونهم في السجون وصف الآخر النساء الكاسيات العالية إلا تعرفها هي بين مكسوة ومسترة وبين هي عريانة لباسها كما ذكر السؤال السابق إلى أعلى دراحها وعلى أعلى ساقيها أو لباسه هو شفاف لا يكاد يستر ترى من تحته يعني ما لا يحل النظر إليه ويخرجنا في الشوارع متبرجات كاسيات عريات قال هؤلاء أيضا من أهل النار وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إلعنوهن فإنهن ملعونات يعني لما تراها بحيث أنك تقطع عن نفسك الطمع فيها أذك في نفسك أنها ملعونة ولك أن تلعنها وتقول لعنك الله وأنت على هذه الحالة وقول لعنك الله ليس معناه هو الحكم عليها بالطرد من رحمة الله وعدم دخول الجنة ليس هذا معنى اللعن في هذا الموضع وإنما الدعاء عليها الدعاء عليها بسبب هذه المعصية ولك أن تلعن لعن عام وتقول لعن الله لكاسيات العريات كله جاهز لكن ليس معنى أنك أنت تحكم عليها بالطرد وهذا لا يجب المسلم أن يقوله فالحكمة في هذا بحيث أنها تخرجها من قلبك ولا تطمع فيها وفي فتنتها هذا هو الحديث الصحي وهذا الذي ينبغي أما كشف الوجه واليدين فهذا يعني ليس من العورة الصحيح أن الكشف الوجه والعليل من المرة واليدين من المرة ليس من العورة إلا إذا كان يخشى منها الفتنة وتفتن الناس وكذا فعليها أن تستر وجه لكن في حد ذاته كشف الوجه ليس عورة هذا هو الصحيح من أقواء الألم وهو اللي دلت عليه الصنة ترجمة نانسي قنقر